موسيقى 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 متخ'D Här على المواقع في الصعيد الوطني ويتقدم أكثر لأنه حزب عنده تاريخ وعنده حاضر وعنده مستقبل من خلال الشبيبة ومن خلال الأطور ومن خلال ومن خلال القبائل التي تنتمي إلى هذا الحزب ونشكركم جزيلا شكر إذا عادت شفت ذلك لأنكم تساهمون في بناء المجتمع بطريقة إيجابية جدا لأنه بناء المجتمع ليس بسهل هي رسالة للسياسي وللإعلامي وللجامعي وللمهندس وللفلاح وللتاجر وللبحار المجتمع تبنى خصوصا من خلال الإعلام ونتمنى من إعلامنا الوطني والدولين أن يكونوا إيجابيين أكتر في الظروف في الوقت الذي أصبح كله إعلامي كله يدوين كله يكتب نتمنى من دولة الاختصاص أنهم يبرزون ويحميهم القانون ليصدقا عليه في البرلمان باش يحميهم باش يكون إعلامي إعلامي والمتعلم يمشي المدرسة يتعلم شكرا خصوص دروف الصعبة اللي مر بها الحزب مؤخرا واش كانت محور النقاش في هذه الجلسة؟ لا فعلا نقشنا جميع المحاور واعترفنا بعض نقائص اللي عندنا وكذلك طلبنا من الدولة أنها تقويل أحزاب لا ديمقراطية بدون أحزاب ولا مجتمع بدون تقطير ولا تنظير ولا تحضير لأن كيف كان قوله اللي بارشوك هما الأحزاب والنقابات منين كي يولين المواطن غير مؤتار أو لم مؤتار بطريقة غير لائقة كان بني مجتمع غير لائق الدليل عننا الدليل عننا وهو بعض الحكام العرب في كانت الأحزاب الوحيدة ليبيا مثلا والشعب الليبي مؤتار والشعب اليمني مؤتار واش بعد الشعوب كيعيشوا الأنويلات بسبب عدم التقطير وعدم التنظيم وعدم وعدم التنظير ما تردش فيكم تصريحة الأخيرة اللي اللي جدت من عند الأمين العام السابق دي الحزب العدل والتنمية الواقع إحنا لا نتدخل في شؤون الداخلية دي الحزب ولكن أعتقد بأنه الأمين العام السابق أنا كل حال خصوي هذا الكلام اللي هذا الكلام اللي اللي نحن لسنا في حاجة إليه في هذا الوقت في الوقت الراهين في الوقت الراهين محتاجين إلى جمع الشمل وإلى تقويات الأحزاب السياسية بس تلعب الدور دي لها اللي غدين عكس على المجتمع خصوصا وأننا ندرنا واحد الإجاز عملاق ربما ما عطيناش أهمية كبيرة درنا الجهات المتقدمة هو الوعاء اللي غد يستوعب جميع الانشغالة دي الناس وفيه غد يتحدى جميع أولويات دي المجتمع سواء في الحاضرة أو في البادية وخصنا نوفروا لهذا الوعاء الوسائل الكافلة بأن يشتغل أيضا سندعمه بالموارد البشرية وبخبراء ونخليه المنتخبين يحدوا الأولويات ولكن الإنجاز سيكون من ناس ذوي الاختصاص الحركين هما أسرة هما أسرة أحباء من أحباء وكرهها من كره كيمكن يختلفوا ولكن منك تجي استحقاقة الوطنية ولا كتمس ثوابت الأمة كيقول له شخص واحد كيقول له كشخص كيشتغلو كشخص إن واحد اجتهد خلافة لي وقعات في النقاش القيل والقال ولكن نهار لي كتمس شيء أحدا من ثوابت الأمة كانوا لي صوت واحد وشخص واحد شوف بالنسبة للخميسات بالنسبة للخميسات الحمد لله تتعرف واحد القفزة نوعية ربما نقول لك من بداية سبعينات المشاريع التي تعرفها الخميسات لم يسبق لها أن عرفتها من قبل كي نتهيل ديال المدينة بأحيائها وشوارعها كي نحمد لله بناء مستشفى إقليمي اللي هو جد مهم كي نحمد لله مشروع ديال اتفاقية اللي تسناد ديال الجامعة ديال النواة الجامعية كان مشروع كان تمحولوا إن شاء الله قريبا بما يخص مثلا القطار هذي كلها مشاريع ومن بعد كان خرجوا يعني هذي المسألة هذي كانت تذكروا على مدينة اللي هي ولكن كان مشاريع كبرى اللي كتهم كذلك المجاليس القروية ديال واحد وثلاثين جامعة اللي اليوم عندها واحد المشروع مهم جدا اللي هو غير المشروع هذا اللي فيه واحد ثلاثة ديال الشركة المجلسي قليمي والجهة والسكنة والسياسة المدينة فيه 414 مليون ديال درهم هذا مشروع مهم جدا زيادة ل يعني المشروع ديال النهوض بالعالم القراوي اللي فيه خمسين مليار ديال درهم فيه الكهرباء وكهل ما والضو والطرق يعني وكيقس جميع يعني المناطق النائية والمناطق اللي هي ضعيفة هذا كله يعني الحمد لله في هذا العامين ولت السنين اللي جاية أنا تنشوف متفائل وكنشوف بأن الخميسة إن شاء الله يعني المشارع اللي غتعرفها لم يسبق لها أن عرفتها من قبل الحركة هي بركة متماسكة وستبقى هذه الحركة عندها يعني غدي ندير إن شاء الله المؤتمر 13 وهذا المؤتمر 13 غدي تشوف الأحزاب السياسية اللي كاينا على الصعيد الوطني هذا غي يعطيك دليل وجواب على الحركة الشعبية يعني كاينا يعني كاينا 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 تحالو كاينا تحالو ترش صريحات الأخيرة ما ترش على الحزب لم يؤثر والحزب يعني في موقفه كما اتفق يعني المخ ده قرار ديل أنه غدي يدخل الحكومة سيبقى متماسك داخل الحكومة وداخل أغلبية وبالنسبة للحركة الشعبية هذا معهود فيها ومشي اليوم عاد الحركة الشعبية غدي تدخل الحكومة هي الحركة الشعبية من عاد استقلال ويا في الحكومة وكتعرف عشنو كتدير موسيقى